السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيب قلبي النهاردة معنا الحمام محش فريك بطريقة سهلة وبسيطة يلا بينا نشوف الطريقة معنا بصل قبة فريك مخسله منقوع لمدة عشر دقايق ملح وفلفل قصمر وكمون والسبعة بوهرات ومعنا الحمام اللي هنهشي الفريك عندي بنقعه لمدة عشر دقايق لانه بياخد سوى اكتر من الرز بنقعه بعد كده بصفيه ولأول مرة تشوف قناتي لا تنسو الاشتراك واللايك هنا انا نزلت بالبصل بالبصل اللي معي في معلقتين سامنة بلدي لو مش متوفر سامنة بلدي اي نوع سامنة عندك ونزلت بالبهرات على البصل بعد المادة بالمعي ده بيدي تطويمها حلوة للفريك وبيخلي في طعم الفريك تحفة بجد احب انت تعمليها والبصل والبصلة للسامنة عادي مش في مشكلة برضو بتدي تطعيمة حلوة بس انا بحب نزلها مع البصلة بتتشوح معها في النار والسامنة بتتشوح بالفريك بتاعي كوبات الفريك وهشوحه مع البصل والبهرات على النار هدله تشوحة حلوة مع البصلة طبعا التشوحة بتخلي الريحة تحفة جميلة والطعم لذيذ خالص بجد تجربوا الوصفة ستاكلوا اجمل حمام بالفريك بالفريك هنزل هنا عليهم ببقق مية صغيرة يعني تقريبا نصف كباية شاي نصف كباية شاي طب ليه مكترش اكتر من كده انا عايزة الفريك جوه الحمام لما نجي ناكله يكون مفلفل ما يتعجنش مني لان هو كده كده سيقعد على النار وهياخد سوا مع الحمام عشان يكون مصبوط يعني هو نصف كباية شاي سغنونة وما تنسيش الاشتراك واللايك عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله قناتي تحتوي على اكلات جميلة ووصفات جميلة ان شاء الله ناوي اعملها اتابعوني بجدها تتبستوا قوي ان شاء الله هنا انا سبتوا على النار اه مع بعضه انا عايزة يعني قيمة خمس دقيق لغاية مشرب المية بتاعته زي ما انتو شايفين انا سبتوا على النار لمدة خمس دقيق لغاية لما تشرب المية بتاعته هنا هتابعوني جسم الحمامة بملح وفلفل اسمر برضو بتدي تطعيمة قوي للحم بتاع الحمامة من جوه وبين الجلد واللحم بتدي تطعيمة حلوة خالص طبعا يا جماعة الحمام انا غسلاء اهم حاجة غسيلة الحمام يتغسل كويس ونقعته في لمون وملح ومية ودقيق لازم يتغسل غسيلة عشرة على عشرة عشان الحمام مش يكون زفر معاك تيجي تاكل تحس ان فيه زفورة فلازم يتنقع في المحلول ده طبعا هنحشي بين الجلد واللحم وقلب الحمامة احنا عارفين طبعا الحمامة بتتحشي ازاي فهبدأ ان انا احشي بين الجلد وبين اللحم وتخلوا بالكم ان الحشو بين الجلد واللحم بيكون مش كتير مش تقطاري علشان ما يفرقعش معاك وتفريده كده يعني الحشو اللي هو بين الجلد واللحم بيكون قليل مش تقطاري احشي قلب الحمامة هنا اصبح جاهز معي بعد ما حشيته بعمل منظر ده مجاهزة له طبعا الشربة بتاعته او الماء بتاعته فيها ورق لورة وجزر وبصل وتموطم والبهارات اللي هو ملح وفلفل اسمر وكمون وفي حبهن كمان طبعا سواء الحمام او لما بيغلي معي بهد النار يا جماعة الحمام سواء بياخد كتير واو بالكتير ساعة لربح ما بيعودش اكتر من كده على النور بس على النار هدي او لما بيغلي معنا الماء بتاعت الحمام نوطي ونسيبه معي نفسه مدة ساعة لربح عشان ما يفرقعش يبقى المنظر مش لطيف طبعا دقيقت كنت عاملة ثلاث حمامات فدي غصب ان عني اتقطعت مني فمش كان عندي الا الخلة الطويلة دي كسرتها وحاولت ان انا اقفلها علشان الفريق مش ما يوقعش في الشربة وكده يعني مش ينزل منها اوه وما تنسيش الاشتراك واللايك لو اول مرة تشوف القناة بتاعتي انا هنسيبه مع نفسه بقى يقعد عن نرغلي يقعد مع نفسه مدة ساعة لربح طبعا انا طلعته بعد الساعة لربح هو حمرتو في معلقتين يسمنا ايه على فكرة في ناس بتحب بتشوح الانوسة والكبدة مع الفريق عادي بس انا حطتهم في الحشو جوه وهم منيين بيستو مع الشرب عادي فدي برضو ترجع لك برضو ولزوقك وما تنسيش الاشتراك واللايك لو اول مرة تشوف القناة ويا رب بتكون الفكرة سهلة وبسيطة عليك وتعجبكو يا رب مع السلامة